لتصرحات وزير الداخلية وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية اللي هو قرقاش مش كده اخواننا قرقاش اسمع يا موسى اسمع يا موسى الكلام ده بيقول ان الدول المقاطعة لقطر الدول المقاطعة ومش زبرمية دولة ده هي اربع دول مش عشرمية الف دولة يعني ده هم اربع دول واحدة ملهاش لازمة والتلات دول خليجيين اوكي كلهم سيعيدوا الرحلات الجوية والتجارية معها خلال اسبوع سمعت يا موسى سمعت الدول المقاطعة اللي منهم مين يا موسى اللي منهم مصر يا موسى انتوا لا تمتلكوا القرار سيدك لا يمتلك القرار سيدك اجري بيتأجر والوادي الاجري ده بياخد على افاق فبقى الواحدة دلوقتي هي لما كتا عمر قديم كده يوعد يقول لكم نعملوه يا اولاد ها نعمل يا اولاد وانت تطلع تهارتل كده حتى احمد شعبان مش عارف يملك ايه وعباس رمضون مش عارفين يملك ايه كمان دلوقتي فحوسة وقالك خلال اسبوع هترجع التجارة والرحلات الجوية بيتكلم باسم كل الدول المقاطعة ومن ضمنهم مصر يا موسى ويا عمر يا اديب ويا مصطفى يا بكاري ويا ديه ويا احمد يا شعبان ويا عباس يا ترومدول يا اولادنا في الجيش المصري قيادتكم بزراميت جنرالاتكم خلوا مصر ملهاش قرار ما بقاش لها اي دور في الحكاية وكنا قلنا لحضراتكم على زارة وزير المالية القطري بعد ساعات من فتح المجال الجو السعودي وقلنا لحضراتكم ان الرجل نزل القاهرة يفتتح فندق ورجع الارض بتاعة شركة الديار القطرية بعقد دولي ورجع نزل مصر ها يا موسى يا دي يا موسى مش هشغل بالي بيك كتير قضيتنا اكبر قضيتنا مصر ان احن نخلص من الحوش اللي زيكم المهم عنور خلقاش قال كمان كلمة اقوى من كل ده ايه هي الكلمة بقى عايزكم تسمعوها بقى وترجعوا ايه لف ورجع تاني عندكم لف ورجع تاني يا اخواننا لف ورجع فاكرين فيلم علاقة وليد دين لف ورجع تاني لف ورجع تاني ها قالك ان بلد الامارات هي الشريك التجاري الاول لتركيا في الشرق الاوسط ونحن لا نعتز باي خلافات مع تركيا ينهرش رخ اه موسى اه اه موسى هو ايه اللي بيحصل في الدنيا يا جماعة طب انور خلقاش ما تقولينا رأي السيسي ايه في الكلام ده ماه اه صح نسيت انكو زعلانين من السيسي اه يعني في شوية زمزاقة كده من اه الراجل بتاعك الشيطان الاعظم ده في زمزاقة كده تقريبا السيسي مش عارف ياه يعني تايه وحاجة زي كده وراح من وراكم قعد بحكمة الوفاق المعترب بها دوليا وانتو كنتم مؤجرينه مع حفتر فهو طبيعته كده وانتو عارفين انتو اضربيه وعارفينه وجايبينه على اساس كده انه يعني مطاطي 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 لكن يخون بسرعة قوي وبعدين برضو ممكن يكون انتو اللي قلتوله يعمل كده عشان تغيره طريقتك في التعامل الاماراتي مع الوطن العربي بقى وتعمله كبار ماها اصل ابن زايد الشيطان ده عايز يعمل كبير في المنطقة العربية وهو اساسا بالتطبيع والصهيانة اللي دخل فيها بقى يبقى زيه زي صهيانة منبوز عمرك ما هتبقى كبير يا ابن زايد عمرك ما هتبقى كبير لو الدنيا كلها كبارتك انا طول ما انا عايش هتفضل بالنسبة لي سرصار لكن المصادر بتقول ان مصر بتعمل كل حاجة عشان تمنح افطر من تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في الجنوب الليبي يا السلام عشان السيسي ما يتجرجرش فيها مثلا ليه ممنوع حد يتدخل تاني من برة في نفس الوقت ما حدش يجيب رجل مصر في ايه؟ في امور عسكرية ودي حدود مصر الصراع العسكري هناك ما حدش يجيب رجل مصر فيه بقى لان حدود مصر وكاد فرنسا وحفطر والامارات وانت عارفين السيسي اوجري وكان عامل جيشنا مرتزقة وبساعة حفطر المهم يهم الرز لكن فيه مصادر كمان بتقول ان الامارات بتعمل اتصالات في غرب ليبيا وبتاع كل المؤشرات بتقول ان السيسي قلب على الامارات في الملف الليبي وده اللي خلاه يبعت وفد المخابرات يعودوا بحكمة الوفاق اللي كنا تكلمنا عنه قبل كده واللي كانوا بيقولوا عليها ارهابية وميليشيات ومرتزقة وحفطر هو الجيش الليبي وحاجات كده حفطر راح ده غير الاخبار اللي بتقول ان فيه زيارة مرتقبة هيقوم بها سامح سفريات وعباست رامضول لطرابلس طرابلس طرابلس حكومة الوفاق اللي مقترب بها دوليا ليه عشان يرجعوا السفارة المصرية تشتغل من تاني في طرابلس الزيارة دي هتبقى زيارة رسمية عشان ترجع التمثيل الدائم لمصر على مستوى العلاقات الدبلوماسية ما تكمل اول هو ده الاول اللي كان يتعمل هو ده الصح اللي كان يتعمل انما تمشوا ورا واحد خارج اعدادية سائط اعدادية كمان يبقى كده سيسي يا موسى ويا بكري ترجمة نانسي قنقر